اهلا بكم عزيزي المتابعين معكم الدكتور تامر في سؤال مهم كده الناس بتطرحوا بيقولك ايه لو واحد عنده حصوات في المرارة لكن الحصوات دي مش عاملة اي مشكلة احنا اكتشفناها بالصدفة يا دكتور هل لازم نعمل عملية وانشيل المرارة دي ولا مش لازم عشان تعرف الاجابة دي شوف الحلقة بتاعتنا النهاردة عن حصوات المرارة ولو انت مستعجل ومش عايز تشوف الحلقة فالاجابة المختصرة ان الحصوات دي لو حجمها اقل من 2 سنتي ومش عاملة اي مشاكل يبقى مش لازم نشيل المرارة وانا اكتفي بالمتابعة فقط لكن عشان تعرف التفاصيل كويس شوف الحلقة بتاعتنا وما تنساش في البداية اعمل لي لايك للفيديو كنت عملت حلقة قبل كده عن التهاب المرارة وخلي بالك في فرق بين التهاب المرارة وحصوات المرارة ممكن شخص يبقى عنده حصوات بس مش عاملة التهاب ولا عاملة اي مشكلة فاحنا عملنا حلقة عن التهاب المرارة هسيب لك الرابط بتاعها تحت لازم تشوف لان احنا مش هنتكلم هنا بالتفاصيل الكاملة زي هناك حصوات المرارة او الجول بلادرستونز او كولليثيسز دي حصوات بتتكون في المرارة نتيجة اختلاف او تغيير في التركيب الكيميائي للعصارة الصفرة احنا عارفين ان المرارة بتاخد العصارة الصفرة من الكبد وتركزها لحد الانسان ما يأكل فيحصل فيها انقباض فتخرج هذه العصارة الى الامعاء الدقيقة عشان يتم هضم الدهون فالعصارة الصفرة اللي جوه المرارة لما يحصل فيها مشكلة والتغيير والمركبات الكيميائية اللي جواها يحصل فيها مشكلة ده بيخلي المرارة يتكون جواها حصوات وطبعا من اشهر انواع الحصوات اللي بيحصل في المرارة هي حصوات الكوليسترول تقريبا 80% او اكتر من حصوات المرارة بتكون كوليسترول لكن في انواع تانية ممكن تحصل زي البلوروبين مثلا خصوصا لو عينين عندهم تكسير في كرات الدم بشكل مزمن واحد عنده سيكلس الانيميا او الانيميا المنجلية او واحد عنده ثلاثاميا اللي هي انيميا البحر الابيض المتوسط وغيرها وغيرها من اي مرض بيكسر كرات الدم بشكل مزمن ممكن تحصل له حصوات في المرارة من النوع اللي هو البلوروبين وبنقول عليها بلاك ستونز لان اللونها بيبقى غامق او اسود وفي كمان حصوات الكالسيم وحصوات الماغنيسيوم وفي ميكسيد يعني خليط من كذا نوع وهكذا لكن اشهر الانواع زي ما قلنا هو حصوات الكوليسترول وحصوات المرارة دي بتتكون ببطء وممكن تظل لعشرات عشرات السنين بدون اي مشاكل للمريض والعيان ممكن يكتشفها بالصدفة عيان عنده مشكلة مثلا في المسالك البولية فراح يعمل اشعة تلفزيونية يقوم الدكتور يقوله ده انت عندك حصوات في المرارة لان اكتر من خمسين في المية من الحالات ممكن يعيشوا بدون اي مشاكل ولا اعراض لعشرات عشرات السنين لكن في بعض الحالات التانية ممكن الحصوات دي تعمل اعراض ومشاكل زي رقم واحد المغس المراري عيان يجي له مغس نتيجة ان احد هذه الحصوات جه على القناة بتاعة المرارة وسدها المرارة جتا قبض فحصوة منهم اتحركت وسدت هذه القناة العيان يحس بقلم سواء بجستريك في المنطقة دي او ريت ابر كوادرانت ريجون المنطقة دي ممكن يسمع لكتفه غالبا القلم ده بيبقى بعد ساعة من الاكل خصوصا لو اكل دهني وغالبا القلم ده ما يستمرش يعني ساعة ساعتين ويختفي والمهم انه ما يعديش ست ساعات لانه لو عدى ست ساعات غالبا بيعمل التهاب مرارة وبيبقى مش مغس مراري بنبقى دخلنا في مضاعفات وكمان المغس المراري ده بيكون ما معهوش ارتفاع درجة حرارة يبقى اول حاجة ممكن تعملها الحصوات هي المغس المراري تانية حاجة هي ممكن تعمل مضاعفات زي التهاب المرارة يحصل التهاب في المرارة نتيجة الحصوات دي وكده يبقى لازم تشوف الحلقة بتاعة التهاب المرارة كمان ممكن يحصل مضاعفات تانية برضو مذكورة في الحلقة هناك زي انسداد القنوات المرارية عند الكمون بايل داكت فيحصل صفرة وممكن يحصل التهاب في البنكرياز ويمكن يحصل مشاكل كتير شوف الحلقة هناك زي ما قلت لك لو جينا نتكلم ايه هي ايه هي عوامل الخطورة او مين اكتر الناس عرضة لحصوات المرارة رقم واحد هي بتيجي في الستات اكتر دي حاجة معروفة السمنة او زيادة الوزن الحمل بيزود نسب حدوث حصوات المرارة بعد الادوية زي ادوية منع الحمل او اي ادوية فيها ايستروجين او بعد الادوية التانية زي مثلا كمان لو حصل او ركود في العسارة السفرة لأسباب عديدة العسارة مش بتتحرك بشكل كويس رق ده فيحصل تحجير في المكونات اللي جواها ويحصل حصوات زي مثلا العيان اللي بيصوم فترات طويلة جدا عيان على تغذية وريدية لفترات طويلة عيان عنده عيان بينزل وزنه بسرعة جديدة ده برضو عرضة لحصوات المرارة حالات الحروق وحالات التروما عيان في حدثة كل الحاجات دي بتبقى عامل مساعد انه يحصل حصوات في المرارة كمان حاجة اسمها الميتابوليك سندروم العيانين اللي هم عندهم ترانك الأوبيزيتي السمنة اللي هي في منطقة الترانك او الجزء الانسان بالاضافة للهايبرليبيديميا الدهون عالية هايبرتينشن الضغط عالي انسولين رزيستنس عندهم مقاومة للانسولين او تايب تو دايبيتس او سكر من النوع التاني الحاجات دي كده تلاتة منهم بنقول عليهم متابوليك سندروم برضو الناس دي عرضة لحصوات المرارة كمان الناس اللي عندها كرونيك هوموليسيس زي ما قلنا اللي هم عندهم تكسير مزمن في كرات الدم الحامرة لأي سبب بقى زي الهيريتريس فيروسايتوزيس مثلا سيكلس الانيميا فلاسيميا وهكذا ايه هي الفحوصات اللي بتعرف من خلالها ان فيه حصوات في المرارة الفحص الاول والاشهر والاهم هو الالترا سونجرافي او السونار الاشعة التلفزيونية على البطن والحوط مهمة جدا ومدوفرة ورخيصة وامان يعني لو واحدة حامل ما فيش اي مشكلة وبتبين بدقة حصوات المرارة اللي اختيار التاني هو الرانين المغناطيسي على القنوات المرارية والبنكرياس والمرارة لكن ده غالي مش متوفر كتير وبنحتاجه بس اكتر في حالات اللي فيها مشاكل اكتر او اللي فيها حصوات في القنوات المرارية ممكن السونار مايجيبهاش كمان في اللي هو من ظهر القنوات المرارية برضو والبنكرياس وده برضو في الحالات اللي هي اكتر وممكن نحتاجه في العلاج كمان يعني ممكن نلاقي حصوة نشيلها بيه او حاجة فده في الحالات ايه الاشد شوية اما بالنسبة لل الاشعة العادية وبالنسبة لل اللي هي المقطعية فمش كويسين اوي في موضوع حصوات المرارة طيب ايه هو علاج حصوات المرارة بقى حصوات المرارة لو بتعمل مغس مراري يعني العيان بيجي له مغس مراري اللي احنا وصفناه بسبب حصوات المرارة يبقى العيان ده لازم يرتب ويعمل العملية ويشيل المرارة العيان لو عنده التهاب في المرارة او عنده مضاعفات اخرى بسبب حصوات المرارة زي اللي احنا قلناهم يبقى برضو لازم يعمل عملية وتشوف حلقة التهاب المرارة عشان تعرف العلاج هناك بالتفصيل طب عيان ما عندوش اي اعراض واكتشفها بالصدفة زي ما قلنا يبقى العيان ده ما يعملش العملية وانتبعوا فقط لغير وانتبعوا بدقة خصوصا لو كانت سيدة حامل او مريض سكر لكن ما بنعمل لهمش العملية طالما ما فيش اي اعراض الا في بعض الحالات يعني ممكن واحد يكون ما عندوش اعراض ونعملوا العملية برضو ايوة بس في حالات معينة زي مثلا لو الحصوات دي اكبر من اتنين سنتي يبقى لازم نعمل العملية لان الحصوات الكبيرة بتزود نسب حدوث سرطان المرارة لو المرارة نفسها بقت مش شغالة وظيفيا وحصل فيها فالمرارة دي لو العيان عندو عندو مشكلة في العمود الفقري ما اثر على الاحساس في منطقة البطن يبقى العيان ده هنشل له المرارة لان هي لو التهبت هو مش هيحس بيها وممكن تعمل له مشكلة كبيرة بدون ما يشعر فطالما فيها حصوات نشلها حتى لو مش عاملة اعراض كمان لو العيان عندو اللي هي الانيميا المنجالية دي وعندو حصوات في المرارة برضو يفضل ان احنا نشيل المرارة دي لان لو حصل له قلم مش هنقدر نفرق كتير بين التهاب في المرارة فعشان كده نشيلها كمان لو العيان عندو تلايف في الكبد برضو يفضل ان احنا نشيل المرارة لو فيها حصوات فالمجموعة دي زي ما قلتلك حتى لو ما فيش اي اعراض يفضل ان احنا نشيل المرارة طالما فيها حصوات لكن غير كده شخص عادي ما عندوش اي مشكلة بس اكتشف ان في حصوات في المرارة ومش عاملة اي اعراض تماما يبقى نكتفي بالمتابعة ليها فقط وخلاص وفي بعض الادوية ممكن نستخدمها عشان نفتت هذه الحصوات ونتخلص منها والكلام هنا على حصوات الكوليسترول وهي اشهر حصوات موجودة زي ما قلنا زي دواء اسمه اللي هو زي يعني بنتدي بالجرعات دي من 8 ل 10 ميلي جرام لكل كيلو في اليوم بس نقسمهم على مرتين او 3 في اليوم ممكن نمشي عليه من 6 ل 18 شهر كمان في حاجة اسمها دي برضو اسمها تفتيت الحصوات بالموجات التصادمية برضو ممكن تستخدم شوية في بعض حصوات المرارة وبس كده وفي النهاية احب اشكركم ما تنساش بقى اشترك في القناة واعمل لايك وشير وشكرا لحضراتكم